وصل أعضاء مجلس النواب دعمهم للدعوة النيابية بشأن قيام حكومة مملكة البحرين بمقاضات المسؤولين القطريين ومنهم الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق بالحكومة القطرية وحمد العطية المستشار بالحكومة القطرية وذلك لتورطهم الصريح والمباشر لدعم الجماعات الارهابية في مملكة البحرين والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم وضرورت المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب وأكد نواب أن ما عانت منه مملكة البحرين جراء تدخلات عدد من المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصل للإرهاب والعنف في البحرين أصبح واضحا للرأي العام الدولي وأن التحرك الدولي أصبح مطلبا شعبيا للتصدي لهذه المحاولات والمطالبة بالتعويضات جراء الإرهاب القطرين من جهتي أكد نائب عبد الرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجنس النواب بل وجود مؤامرة قطرية وفاقية لإثارة العنف والفوضى وترويع الآمنين في البحرين وإذا التوجه النيابي الأخير بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضات المتورطين القطريين عن هذه الأعمال التي تورطوا بها وكذا نائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن هذا المطلب أصبح طلب شعب البحرين لما تجرعوه من إرهاب وعنف وفوضى رح ضحيته المئات من القتلى والجرحى وتكبدت البحرين خسائر فادحة في ممتلكاتها وعملياتها الانتاجية والاقتصادية كما شدد النائب خالد الشاعر نائب رئيس اللجنة الشريعية والقانونية بمجلس النواب على ضرورة التحرك البرلماني والرسمي من أجل أعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية منوهن إلى أهمية السعي لتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات السيما وأن دعم قطر للإرهاب أثر بشكل سلبي كبير على الوطن والمواطنين وأشار النائب محسن البكري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن قطر تعمدت الإساءة إلى البحرين ودعم الإرهاب بكافة أشكاله وأن استخدمت إمكانياتها المالية والأعلامية من أجل الترويج للعنف وإثارة الفوضى في البحرين مؤكدا أن الوقت قد حان لمملكة البحرين في الدفاع عن نفسها ضد المتورطين في الإرهاب هذا وطالب النائب أحمد قراط عضو مجلس النواب مجلس النواب والحكومة إلى الإسراء في تقديم ملف متكامل يتضمن أعمال العنف والإرهاب التي تسبب بها هؤلاء المسؤولون القطريون ضد شعب البحرين وضرورة أن يتم المطالبة بالتعويضات اللازمة للمتضررين من العنف والفوضى وقالت النائب الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب قالت إن الدعوة النيابية التي أطلقها النائب علي العرادي نائب الأول لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين عما تسببت به عدد بل تسبب به عدد من المسؤولين القطريين في حق الوطن والمواطنين في البحرين هي مطالبة عادلة لمحاربة كل أنواع المؤامرات التي تحاك على مملكة البحرين من جنبه قال أن نائب ذياب النعيمي عضو مجلس النواب إنما عانته البحرين وشعبها من تدخلات المسؤولين القطريين ودعمهم المتواصلة للإرهاب والعنف في البحرين أصبح أمرا مكشوفا أمام العالم وأن البحرين لن تكون لقمة للإرهاب بيد هؤلاء المتورطين كما طلب النائب ناصر القصير عضو مجلس النواب بضرورة تقديم جميع المسؤولين القطريين المتورطين في دعم الإرهاب في البحرين للمحاكمة مضيفا أن تورط هؤلاء المسؤولين في أحداث البحرين 2011 وما تبعها من عمال جغب وإرهاب يجب أن لا يمر بسهولة ويجب علينا محاسبة كافة المتورطين فيه ترجمة نانسي قنقر